السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية خاصة لكل مزارعي الوطن العرب الحبيب. آآ النهاردة ان شاء الله هنتكلم على الزراعة المائية. ومقارنة بين الزراعة المائية والزراعة التقليدية. وبعدين هنتكلم على النظم المختلفة للزراعة المائية. وبعدين هنتكلم على ايه? اشهر الانظمة المستخدمة في الزراعة الكوميرشال او الزراعة التجارية. الزراعة المائية بصفة عامة هي عبارة عن زراعة النباتات في محلول آآ مائي يحتوي على العناصر الغذائية. قد يكون جزر النبات بالكامل في المية زي النظام اللي هشافينه في الصورة دلوقتي. او قد يكون في وسط او في بيئة. البيئة دي ممكن تكون صوف صخري. هممكن تكون بيرلايت. هممكن تكون آآ بيتموس او خليط من البيتموس بيرلايت الاخر. آآ ايه? آآ ميزة ما يميز اهم ما يميز آآ الزراعة المائية عن الزراعة التقليدية. اهم ما يميز زراعة المائية عن الزراعة التقليدية. ان زراعة المائية بتقتصد في استهلاك الماء. يعني كفاية استهلاك الماء عندها فيها بتبقى عالية جدا من تمانين لتسعين في المية بالمقارنة بالزراعة التقليدية. آآ الحاجة التانية انه في استخدام البيئات توفر في استخدام مبيدات من ستين لتمانين في المعين. آآ نظرا لان آآ هنا آآ ما فيش آآ بيبقى في استخدام قليل للمبيدات وللأسمدة. فبيبقى الصمار آآ طست بتاعها جميل جدا. نسبة السكرات بتبقى فيها مرتفعة. آآ المنتج بيبقى غض وجميل. آآ زي ما حضرتك شايفين الخاصة دلوقتي. آآ كمان انه الاحكام بتاعته او معدل النمو بتاعه في الزراعة المائية بيكون مرتين قد معدل النمو في زراعة التقليدية. كمان في زراعة المائية انا بقدر اعمل آآ ادوار وبالتالي انا بعظم من المساحة اللي عندي. بمعنى ان انا لو عندي لو اتخززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززيزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز كمان في المحاصيل السمرية ان السمار اللي عندي سواء كان منتج ورقي او منتج سمري خيار طماطم لما جاء هنا باخذنوها باستحمل التخزين خارج التلاجة خمس اضعاف من اربع لخمس اضعاف قد المدة اللي هيعدها المنتج من الزراعة التقلدية فدي كلها ميزات لزراعة المائية عن زراعة التقلدية المنتج بتاع الزراعة المائية له قدرة تنفسية عالية بالمقارنة بالمنتج بتاع الزراعة التقلدية لكن العيوب رغم كده انه ما زال المنتج بتاع الزراعة التقلدية ينافذ منتج زراعة المائية لانه ارخص في السعر اي نعم هو اقلي منه جودة اه لكن ممكن اطلع منتج من الزراعة تقلدية اه شكله برضو كويس داخل اه خاصة لو انتكته داخل الصعب وبيعه بسعر اقل فكده يبقى منافس للزراعة المائية. لكن اللي يفرق ايه? اللي يفرق ان انا كمزارع يكون عندي اه يا اما اخلى حد يسوق لي كويس المنتج بتاعي بحيس ان هو يقدر يوصل المميزات ليه المستهلك. ويكون المستهلك على وعي كامل باهمية المنتج ومدى اه صحة المنتج او اثره الايجابي على صحة الانسان المنتج بتاع زراعة المائية مدى اثره الايجابي على صحة الانسان. وده دور اه شركات زي شركة اليخدور كده. لها نشر الثقافة الزراعية الخاصة بالزراعة المائية على مستوى النوط العربي. حسي يبقى عندي مستهلك بيقدر قيمة المنتج بتاع الزراعة المائية. تعالى نشوف المختلفة او الانظمة المختلفة نستخدمها في الزراع المائي. انا عندي حكتين. يا اما هزرع في بيئة اه فيها مية. يا اما هزرع في بيئة فيها اه هستخدم فيها الماديا او البديل التربة يعني. لو انا هستخدم بيئة فيها مية فاسمها يبقى عندي زراعة اسمها هيدروبونيك. يا اما ايروبونيك. يا اما اه 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 حاجة اسمها الاكوبانيكس. الهايدروبونيكس يعني مية. زراعة في المية النبات كله كامل جزر النبات كامل في المية. فعندي فيه انظمة داخل هيدروبونيك فيه حاجة اسمها او تقنية الغشاء المغزن. زي النظام اللي احنا شايفينه عبارة عن مصورة. اهيات موسير. فيها الكبايات ديت. الكباية بيبقى فيها البيئة بتاعتها. اه اه زي هنشوف مسلا حاجة زي كده. اه هاد الجدرة ابيض جميل. اه ما فيش اه اصابات. اهو في المية بالكامل زي ما شفنا كده. اه المية بتمشي في المصورة وبعدين بترجع تاني ليه حود زي ده اسمه حود تجميع فيه مضخة بترفع المية تاني للموسير وبيبقى فيه راجع عنده اهود. وبسيب مسافة في الراجة. اهو. للمسافة ديت عشان اما تنزل المية هنا على المية هنا تحت هنا. اهو. فتقوم تعمل اه حركة في المية فيبقى في عندي اكسجين متجدد لو انا ما عنديش مضخة اكسجين داخل الحوض بتاع المحلول المغزدة. تماما? فده ليه راجع اهود. وده الموصير مجموعة لفوق لها راجعت انا اهو برضو هنا هوت اهو. ده طبعا بينزل مية هنا. طبعا انا بستغل الحوض هنا ده حوض التجميع. نعم بحط فوم. وابقى نظام اسم اللي هو الفلوتنج. احنا نتكلم عليه دلوقتي. هتبقى الاحواض الواحي الفوم عيمة. وفيها الكبيات اللي بيبقى فيها الزرع. دي كان فيها محصول وتم اه حصاد. وزارع عناها تاني بيزور خضار لسه اه ما اه نبتتش. تمام? ادي اللي هو الانترنت فيلم تكنيك وبسمى الديب فيلم تكنيكي. ايا كان. في نظام تاني يشبه هذا الحوض بالزبط. يبقى بارتفاع نعمل اه احواض بعرض. ده عرضه خمسين. تاني عرض مترين. وبطوله عشرين. داخل الصوبة. وبنحط عليه الواحي الفوم عيمة زي كده على الوش. طبعا بنحط المياه فيها قد ارتفاع تلاتين سنتي. بنسيبه عشرين سنتي فوق. اه وبنحط الواحي الفوم بالشكل ده بتبقى طيب ممكن اعمل بقى هنا كده فيه ايه يبقى فيه حرف هنا. والواحي الفوم تبقى على الحرف تبقى مسثبتة. وجدور النبات هتبقى معلقة ما بين الهوى والمية. يعني فيها يعني نصها في المية او تلتينها في المية وفيه تلت فوق المية. عشان ياخد اكسجين من الهوى. ده جزره الواحي. فده بنسميه تمام? اللي هي الاحواد اللي ايه? آآ العميقة. آآ ودي منتشرة جدا وبستخدم هزي الانظمة في انتاج ما يسمى به انتاج نباتات الورقية. زي الخص زي النعناع زي آآ السبانغ زي نزرع برضو ممكن ما حصل سماء زي البروكلي زي الكرومب الحاجات دي. تمام? آآ اما يبقى ازا عندي النت فيلم تكنيك وعندي طيب. فيه الطاور او البرج. البرج ده بيبقى مصورة. آآ او ادوار. في عندي نوعين من البرج. برج بيستخدم فيه ميديا. هنخليه دي وقت تكلم عليه. لكن فيه بيستخدم مية بس. بيبقى عبارة عن مصورة زي دي كده. بس المصورة التانية بتاعها حوال ستاشر بوصة. تبقى واسعة. والكبيات بتبقى فيها بالشكل ده. وتبقى بس واخداميل كده بالشكل ده. تمام? واللي بيبقى فيه دوش مفور. المية بتنزل على الجزول النباتات وتجمع في حوض وتلف تاني المضخة ترفحها مفوق وهكسر. ادي الطاور. نيجي بقى على الجزء التاني اللي هو ده بيبقى عبارة عن حوض زي ده كده احواض زي دي كده. طبعا من الفايبر او من الخشب. ويسبق على الواحة الفوم هنا. كده من نحيا دي والنحيا دي والنحيا دي. وبتبقى الاحواض في شكل هرمي. والاحواض اللي الواح سوري. الواحة الفوم. آآ بتبقى فيها الكبيات بالشكل ده. وبتزع فيها برضو المحصولة. ايه اللي بيبقى في الحوض هنا من جوه بقى? ايه اللي هيجيب المية على جزور النباتات من جوه. بيبقى فيه هنا دايرة مغلقة. فيها رشاشات بتعمل يا ام الرزاز. ترش الرزاز على النباتات على جدور النباتات. يا ام بتعمل ضباب كده وبيبقى فعلا محلول مغز. ادي نجي للساندو بونك ده يعتبر الساندو بونك ده. آآ في 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 الجزء الحص بالبيئات اللي هتكلم عليه دور. لكن في حاجة تالتة اسمها الاكوا بونك. اكوا بونك ان انا هستخدم نفس السيستم الموجودة في الهايدروبونيك. بس آآ ليه بتنتي الخضار بس? لا انا هستخدم معها مع انتاج الخضار. هعمل حوض سمك او حوضين سمك والمية تطلع منها حوض السمك. روح على الفلتر ميكانيكي عشان يعزل الاخراج الصلب للأسماك. وبعدين يطلع من الفلتر ميكانيكي يروح على الفلتر بيولوجي اللي فيه البكتيريا اللي هتحول لي الامونيا اللي الناتجة من تحلل واخراج السمك. الى نطارات نيتريت الاول. برضو سام زي الاموني. لان دول اتنين سمين. سواء كانت الامونيا او النيتريت. لكن بتيجي آآ نوع تاني البكتيريا في نفس الفلتر بيولوجي تحولها الى ايه? الى نطارات. والمية ما تروح الديب آآ لحواض الزرح. النبات بيمتص هذه النطارات. وتعود المية للسمك في دائرة مغلقة اوه كسا. آآ عاوز اقول سواء كان في النيتريت فيلم تكنيك اللي هو الغشاء المغزة ده. آآ بعمل تدور مية. فيه ممكن ما عملش تدور مية. بس في الحالة دي لو ما عملتش تدور مية لازم احط اكسجين في الحوض. عملت تدور مية مش شرط احط اكسجين. لاننا هيبقى فيه حركة في المية. طيب. ننقل بقى على الجزء التاني وهو اللي باستخدم فيه بيئة. البيئة اللي انا هستخدمها زي ما عددت قبل كده. آآ بتاع نشارة خشب ولا انصح بيها. لاني يبقى فيها ملاح. آآ لكن آآ ممكن استخدم بيئة عضوية زي البتموس. آآ زي الكوكوبيت. آآ آآ وممكن استخدم بيئة آآ ممكن استخدم بقى ده صخر. او آآ او الرمل. او استخدم خليط بقى ما بين البرلايت والفيرموكولايت برضو آآ آآ بيئة غير رضوية. لكن ممكن استخدم خليط من البرلايت والبيتموس والفيرموكولايت بنسبة واحد لواحد لواحد. وآآ في زراعة النبيتال. دي باستخدام البيئة. استخدام البيئة ممكن ازرع في ايه بقى? انها بزرع في موزيري. هناك ممكن ازرع في آآ يأما اصاري بلاستيك. الاصاري البلاستيك. يأما ودي نعمل لها حلقة لوحدها. يأما آآ اصاري كيس. عبارة عن كيس. كيس بلاستيك اللي هي الرئاسية آآ اللي هي اربعين في اربعين او خمس ستين في خمس ستين وحيانا في كيس منها خمسين في خمسين. او خمسين في اربعين. وممكن استخدم الكياس اللي هي الافقية اللي هي بتبقى اربعين في تمانين او في متر ارتفاع عشر وخمستاشر سنتي ويبقى حاطة البيئة عندي يا برلايت يا خليت من البرلايت والبيتنس وفي الميكولايت وبستخدم الحاجات دي داخل صوبة لسه لما حطها في الصوبة يبقى فيه تحت الخط بتاع الكياس ده فيه مجرى اه او مصورة لان الكيس بيبقى من مفتوح من التحت حيث انه يسرب الماء الزائد ينزل في المصورة دي يروح على المصورة الرئيسية التجمية يروح لحوض التجمية وترد الماء استخدمها تاني لو انا بعمل تدور الماء بعمل تدور الماء فا انا سبتها خلاص تمام طيب الاثاري اللي هستخدمها ممكن تكون بالاستكاية او فوم اصاري فوم وممكن استخدم اثبت على نفس الحط ده ابراج من الفوم وممكن ابراج فيه نوع تاني من اللي هي ادوار سواء كانت العيون سلاسية او ربعية. اه ممكن نستخدم ابراج من الفوم او براج من البلاستيك. اه برضو في اه وهنا باستخدم بها وتناسب قوي قوي الفراولة. تناسب قوي قوي البراج ديت التاورز ديت تناسب الفراول. طيب انا عملت طيب يبقى إنها الكاس سواء كانت الرأسية او الكاس اللي هي الافقية او الاسار Physics او الاسار الفوم او impارج الفوم او الخندق. ممكن استخدم خندق. في احواض فوم برضو. الحوض بيبقى بارتفاع خمسين عرض اربعين طول متر او تمانين بيتم فيه زراعة نباتين من الطماطم او الخيار. ممكن استخدم الخنادي. الخندق ده بيبقى عبارة عن زي الحوض الفوم بالزبط بس بيبقى طويل. مش كل مترين اتقطع. لا هو طويل متصل. وبيتحط فيه البيئة بتاعتي. وممكن هزاعمل خشب وغطانه بلاستيك وازراحها بالبيئة بتاعت سواء كان برلايت او خلط من البرلايت والفيرمو والبيتموس. وبازرع برضو النباتات فيه. خط الماء بيبقى فوق. الصرف بيبقى تحت المصورة. تروح مصورة تجميع. روح حط تجميع. وبعدين ادور الماء تاني. ادي الزراعة في البيئة. ممكن استخدم في زراعة البيئة كمان الساندبونيك. ساندبونيك هي عبارة نحوات زي بتاعة كده. آآ بعرض مترين طول خمستاشر او عشرين. وبعدين بعمل فيه آآ آآ خطين آآ من الرمل. الخط بيبقى ارتفاع آآ ستين لسبعين سنتي بعرض آآ بطبعا هو عرضه آآ من ستين لخمسة سبعين سنتي. طبعا بيتعمل بشكل هرمي وممكن وبزرع برضو مشي خط الرأي فوق. او او خط الماء تحت. الرأي تحت سوري بيبقى تحت. وبهنا الماء بتبقى زي ماء بالغمر كده. يعني مصورة بتنزل الماء آآ غمر. نستخدمش نقطات. طبعا بعمل خطين وبزرع فيه النباتات. النباتات اللي بزرعها هنا نباتات سمارية سواء كان تلب سواء كان آآ تماطم خيار ايا كان. والماء برضو بدورها. هنا بيناسب قوي على فكرة. الميبقى فيه عندي سمك. وممكن استخدمه من غير زراعة السمك. ايه اكثر الانظمة المنتشرة? الاكثر الانظمة المنتشرة. آآ عندنا اللي هو التكنية الغشاء المغزن اللي احنا آآ جنبها ديت. ممكن آآ برضو دول اكتر انظمة. آآ طبعا النظام ده اللي مسته. ان انا اقدر اعمل ادوار منه واضع في المساحة. آآ مفيد جدا ايضا آآ في لو انا هستخدم او مش هستخدم في انتاج الخضار. لو عاوز انتك سماريات فطبعا في الحالة ديت يبقى لا هستخدم بيئة ولما هستخدم بيئة يبقى لازم هستخدم الطورز في انتاج الفراولة. هستخدم الاصاري في انتاج الخيار والتماطم والكنتالوب. وكل المحاصيل السمارية. الاصاري او الاكياس. البيئات المستخدمة هستخدم البرلايت او خليط من البرلايت والبيت من سفر المكلايت. في الاخر وفي النهاية تحياتي آآ لكل المزارعين العرب في كل مكان. وبقول لحضراتكم جميعا آآ الخير قادم. آآ واهم علاج لشحة المياه وندرة المياه هو الزراعة بدون تربة او الزراعة المائية. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.